السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوتي أحبتي في الله أسأل الله تعالى لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يضيض وجوهنا وأن ينور بصائرنا وأن يبارك لنا فيما أعطانا وأن يسعد أيامنا وأن يصلح أحوالنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا وأن يرفع عنا البلى والوبى وأن يجنبنا الربى والزنى والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجذام والجنون ونعوذ بك من سائر الأسقام يا حي يا قيوم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أن رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم احفظ مصر وأهلها احفظ رجالها وشبابها احفظ بناتها ونساءها اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء وسائر الأوباء يا رب الأرض والسماء اللهم اشفي كل مريض اشفه وعافه واعف عنهم يا أرحم الراحمين ارحم والدين ارحم والدين ومن سبقنا من أهلين إليك اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة نورها عليهم يا أرحم الراحمين أحبتي في الله إخوتي في الله مع البيوت المؤمنة مع البيوت المسلمة اعلموا إخوتي أحبتي في الله إذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له أسباب السعادة ومن أسباب السعادة اتباع كتاب الله العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السعادة الحقة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الحياة الطيبة هي في طاعة الله وطاعة رسوله أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يحيون حياة طيبة حياة في طاعة الله وفي طاعة رسول الله حياة كما عاشها رسول الله وأصحاب رسول الله من سعادة المرء أن يرزقه الله سبل الحياة الميسرة فإن من سعادة المرء في هذه الحياة الدار الوسيعة والدابة السريعة والمرأة المطيعة يعني إيه هنسوي بين المرأة والدابة لا ليس هذا مساواة إنما لتكتمل أركان السعادة في الحياة الدابة السريعة والدار الوسيعة والمرأة المطيعة ضيف إليهم أولاد أبرار أولاد صالحين لكن لأن هذه الأركان الأساسية التي لا يمكن أن يستغني عنها أو لا يحرم أحد منها أو لا تكتمل السعادة إلا بها دار وسيعة يا سلام مرتاح النفس فيه بحبوحة مش مكتومة مش مضغطين فيه غرفة غرفتين فيه ضيق لا دار وسيعة وإن لم تكن جميلة وإن لم تكن فائقة وإن لم تكن فيلا أو قصر لكن وسيعة كفيانة وزيادة يا سلام نعرف نتحرك نعرف أنا روح هنا هي تروح هنا الأولاد يروح نتحرك الدار الوسيعة والدابة السريعة دابة تسعفك والدابة لو اشترط أن تكون طائرة ولا سيارة هما كانوا يقصدون الدابة السريعة إما أن تكون بعير أو حمار أي حاجة فرس بغل أي شيء شرط أن تكون تعينك إيه الفايدة عندي سيارة لكن أجأ شغالة ما تشتغلش أمشي بها شوية تعتم أتحرق قليلا العجلة تنام كوج كفر ينام أعمل إيه تعب عناء الدابة السريعة وفوق كل دبا والمرأة المطيعة يا سلام سعادة المرء في طاعة ربه يحيى حياة طيبة نحن مع بيت أم الدحداح وكان المشهد عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع أبو الدحداح من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم قال أبو الدحداح يا رسول الله أيستقرضنا الله أيطلب منا القرض الله عز وجل قال نعم ليدخلكم به الجنة قال يا رسول الله أبسط يدك مد يدك إني أشهدك أني أقرضت ربي بستاني وفي رواية يا رسول الله إن لي بستانيني بستانا بالعليا وبستانا بالسافلة أقرضتهما ربي الاثنين أقرضتهما ربي ليضمن لي ولصبيات الجنة وفي الحديث لصبياته يعني كان عنده أولاد وهذا من تمامي سعادة المرء مع زوجتي أن يكون لهم أولاد ومن أكمل السعادة أن يكونوا صالحين بآبائهم بارين لآبائهم معينين مساعدين قال يضمن لي ولي صبيات الجنة نعم قال فإني أقرضت ربي البستانين كما قلت في رواية أنه قال في البستان ستماءة نخلة لما أراد أن يشتري النخلة من الرجل قال له أتبيع النخلة ببستاني وبه ستماءة نخلة بئرها وسكنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ابقي أحدهما لك ولعيالك وأقرض ربك الآخر كفاية واحد وهذا من رحمة النبي بأمته حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا سلام يقول لا إن الله عز وجل يقبل منك واحدا ويبقي لك ولعيالك لأن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس لاعتدال الوسطية في الحديث الآخر حديث أنس لما قال أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أخذت اشتريت النخلة من الرجل قال قال له يا رسول الله أتدري النخلة التي قلت للرجل قال نعم قال فإنها لي وقد أقردتها ربي فهي لك أعطها له قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها يا سلام كم من دار فياح وعذق رداح في الجنة لأبي الدحداح كم من دار فياح لكي أقول لكم الدار الوسيعة وعذق رداح وفي قراءة رداح بس الصحيح رداح يعني ثقيل والدار الفياح هي الواسعة لماذا لأن أبا الدحداح تصدق ببيته بداره وتصدق بحائطه ببستانه وفيه ست مأة نخلة قال الإمام النووي والعذق بكسر العين هو الغصن مملو بلح كم من عذق رداح العذق يعني الغصن اللي فيه البلح مش أنتم عارفين الصباطة فيها بلح كده مليانة عدان مليانة بلح يا سلام على منظرها في حماره في صفاره في سماره في كل ألوانه حتى في خضاره كل جميل قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من دار فياح وعذق رداح في الجنة لأبي الدحذاح أو لأبي الدحذاح في الجنة يا سلام على طول بشره بالفضل والعطاء النبي كان قال للرجل صاحب النخلة أعطيه النخلة بنخلة في الجنة طيب الإمام النوى يقول العذق بكسر العين هو الغصن وفيه التمر أو البلح والعذق هو النخلة كلها وليس هنا في الحديث إنما أراد الغصن ويكفي أنت تدري يعني إيه عذق لك في الجنة نخلة لك في الجنة يعني أنك تضمن أنك من أهل الجنة يا رب يا رب الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله غراسها من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة هيا هيا نغتنمها أنا لا أحب أن أكلم المشاهد بل أكلم نفسي والله الذي لا إله غيره هيا نغتنمها كلما قلت سبحان الله والحمد لله غرست لك نخلة في الجنة إغرست أبو الدحدح يتصدق ببستان ستماء نخلة وفيه بئر وفيه سكن لينال عذق في الجنة غصن عذق في الجنة هو لا يريد إلا أن يدخل الجنة فإن دخلها فاز ورب الكعبة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقد فاز ومن حات الدنيا إلا متاع الغرور ماذا نريد بس يقين بالجنة اليقين بها ينقصنا فقط أن نكون على يقين يقين بأن فضل الله عظيم بأن الجنة تنتظر المؤمنين الطائعين الباذلين المتصدقين بل المحسنين حتى في الكلام واللسان يكفينا انتهى المشهد بهذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرجع أبو الدحداح كل ده تم في مجلس واحد العجيب شف المسارعة وسريعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء أول مسيمعة مجرد مسيمعة انتقرضوا الله قرضا حسنا على طول وفي الرواية الثانية يذهب إلى الرجل ويشتري منه النخلة بالبستان كله بالبستان كله هو كده في الرواية الأولى رواية عبد الله بن مسعود أنه تصدق بالبستان أمام النبي أقرض النبي البستان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن هنا باعه للرجل واشترى النخلة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه النخلة صارت لي وأنا قد ملكتكها فتصرف فيها كيف تشاء يا رسول الله عنده يبشه النبي ويدعو له كم من دار فياح وعذق رداح في الجنة لأبي الدحداح قلت كل هذا تم في وقت قصير قبل ما يرجع للبيت ستمائة نخلة ببئر ببيت والبيت يسكن فيه أبو الدحداح وأم الدحداح بعد ما خلص الصفقة صفقة البيع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمولهم بأن لهم الجنة اشترى الجنة وهو رجع في الطريق لسه أدامه إيه أم الدحداح وأولدها أحيانا واحد يتعرض لموقف في الطريق أو في العمل بأن واحد يطلب منه صدقة أو يرى موقفا يحتاج إلى دفع مال فيدفع المال وآهي لو كان المبلغ كبير ألف ألفين عشرة مئة تصور إن واحد هيتصدق بمئة ألف صدقة يشتري بها الجن مئة ألف وهو رجع بقى من الشغل كده هيروحي بلغ الخبر ده كيف أو حاجة تانية واحد تسلم راتبة راتبة والراتب ألفان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر وفي الطريق تعرض لموقف لا بد أو رأى أنه يتصدق بنصف مرتبة نصف الراتب وتصدق بنصفه وهو راجع إلى البيت في البيت الحجة مستنياه علشان يسلم لها لإيه الراتب المعهود بستانين اتنين طبعا أيام زمان ما كانش فيه سخوك ملكية قلص يشهد الناس إن هذا البستان صار لفلان لا يمكن يرجع ينكره تاني والنبي شاهد إن البستان صار لفلان والنخلة عادت إلى الرجل ليقيم جداره أو حائطه كما قلنا في الحلقات الماضية اسمع والراجع راجع البيت تستقبله زوجته تصور بقى هذه الزوجة أم الدحداح وقد تصدق أبو الدحداح بالبستان الذي تقيم به مع أولادها في بيته وهذا البستان ستمائة نخلة وفيه بئر عذبة المائي الله أكبر كل ذا تصوروا أنت كده وانت راجع البيت تصدقت بنصف مالك وهترجع للحق في البيت هتقول إيه اسمع بقى اسمع إلى البيوت التي تربت في المدرسة النبوية اسمع وربما لا تصدق أنت حر لكن أنا أصدقه وأصدق أكثر من هذا لقراءتي وروايتي ومعرفتي بأخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم معي تصدقون بالتأكيد رجع أبو الدحداح إلى بستانه إلى أم الدحداح لكذا عنواني اليوم الشاعرة زوجة الشاعر بأقول من كل ما تيجي تقول لها بيتش أقول لك بطل واجع دماغ بطل الجنان ده أنت هتقعد تشعر علي خلينا في الأكل والشرب يا ست اسمعي اسمعي الكلام اللي أنا جبته اسمعي القصيدة اللي أنا عملتها كبر دماغك احنا عايزين ناكل ونشرب هو هيأكلنا ده ولا هيشربنا لكن لو واحدة بقى تقول لها وترد عليك تقول لها بالمزاح ترد عليك بالمزاح تقول لها بالأدب ترد عليك بالأدب تقول لها بالكلام ترد عليك بأحسن منه شيء جميل حاجة متعة راحة أمام أبو الدحداح رجع إلى بيته والمشهد هنا عند بستان أبو الدحداح يقف أبو الدحداح في خارج البيت وأسمع إلى الحوار التي تمتع به ونتمتع بسماعه يقف أبو الدحداح خارج البستان وهو ينادي يا أم الدحداح بصوت عالي خير اللهم اجعلوا خير ما لقف أبو الدحداح يا أم الدحداح تقول لبيك أبا الدحداح وسعدي نتعلمها بالله عليك ونتعلمها نتعلم الكلام الجميل ده دلع ولا مش دلع ده ده أعلى مستويات الدلع ينادي عليها بالكنية وهي ترد عليها بالكنية مش كده بس يقول لها يا أم الدحداح ده أبو الدحداح تقول له لبيك لبيك يعني سرعة إجابة والمرأة اللبة هي المرأة المحبة لبيك أي نعم يا حبيب القلب وقالوا لبيك من لبة القلب أي وسطه لبيك لشان كده وإحنا بنحج أو نعتبر نقول لبيك اللهم لبيك لبيك أي إجابة لدعوتك أي سرعة في الإجابة أي إجابة مع محبة أي إجابة من القلب وهو اللب هي بترد عليها تقول له لبيك مش بس وإيه وسعديه ده حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها لبيك وسعديك مثلك لا يأتي إلا بالخير إيه ده يوم الدحداح فهمت إزاي فهمت منين طبعا مش أم الدحداح مش اختارها الله لأبي الدحداح ألم يجعل الله بينهما وفاق لم يجعل الله بينهما موده ومحبة وعطف ورحمة فهمت من أول ما نادى من أول ما نادى من خارج البستاني وهو يقول يا أم الدحداح عرفت أن في الأمر شيء وترد عليه تقول له لبيك وسعديك ومثلك لا يأتي إلا بالخير متأكدة اللي أنت عملته خير من الأول كده بتقول له اطمن أنا عرفة أنك لا تفعل إلا الخير ممكن واحدة من الأخوات اللي قاعدة تسمعني دلوقتي وقول له هل تفعلين مع زوجك كده إذا دعاك وانداك وهو جاي من مالك إيش فيك اليوم مالك كده بتنادي من بره وسطك عالي مالك فيه إيه أكيد عملت مصيبة أكيد عامل عملة طالما بتنادي من بره كده من أول ما دخل لكن أم الدحداح بقى ده اللي أنا بقوله أقسم بربي ما أريد بهذه المواضيع إلا مثل هذه الأشياء التي ربما نراها هينا لكنها عند الله عظيمة كيف نتعامل مع الزوجة كيف تتعامل الزوجة مع زوجها الكلام الجميل يا أم الدحداح ترد عليه لبيك وسعديك كمان وسعديك مثلك لا يأتي إلا بالخير يعمل إيه باب الدحداح اسمع كده قال هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التناد أقرطه الله على اعتماد بالطوع لا من ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في المعاد فارتح لي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء إلى المعاد أنا بالكاد قرأته فما بالك بمن قاله وهو رجع في الطريق من بعد ما ضمن الجنة له ولزوجته ولأولاده بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ثلاثا أضمن لكم الجنة اضمنوا لي أضمن لكم يا سلام يا سلام أبو الدحداع يدخل يقول لها هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد بيني من الحائط بالوداد بيني أي من البون وهو المسافة يعني خرجي من الحائط بيني اجعل بيني وبينك مسافة بيني من الحائط بالوداد بالود فقد مضى قرضا إلى التناد أكردته الله على اعتماد أي على أمل بالطوع لا من ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في المعاد رجاء أن يعطينا الله أضعافا مضاعفا كما وعد الله عز وجل إلا رجاء الضعف في المعاد فارتحي لي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء إلى المعاد تسمع أم الدحداح هذا الكلام من أبي الدحداح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقال الله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أضعف مضعفا وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أيوالله أم الدحداح تسمع وتسمع هذا الكلام من زوجها بيني من الحائط بالوداد خروجي مش أنت الواحدك لا ده بالطوعي من بالطوعي من غير من ولا ارتداد وارتحلي بالنفس والأولاد طلعي بره تعمل إي أم الدحداح تقول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المنطق الذي قاله النبي لصحيب الرومي ربح البيع قالت هي أيضا ربح بيعك يا أبد دحداح مشهد عجيب من أبي الدحداح مع أم الدحداح لما قال لها خرجي فإني قد أقرط ربي بستان على أن يعطيني به نخلة في الجنة وأنت وأولادك معي من غير تردد ولا تلك فما ترددت وما تلكأت بل قالت كلام أنا قلته قالت بلسان عسول وقلب عقول ويقين بالقبول قالت ربح البيع أبد دحداح قالت بلسان عسول وقلب عقول ويقين في القبول رابح البيع ده من عندي رابح البيع أبد دحداح رابح بيعك تصور تصور أنت اسمع بها أم الدحداح كيف ردت على أبي الدحداح بعد أن قال لها إني أقرط ربي البستان ستمائة نخلة وخرج أنت والأولاد تقول له بشرك الله بخير وفرح يا سلام بشرك الله ده أحسن بشرة بشرتني بها بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح قد متع الله عيالي ومنح بالعدوة السوداء والزهو البلح والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه مجترح بشرك الله بخير وفرح يا سلام ما أقول لك ألم أقل لك الزوجة الجميلة الزوج السعيد الموفق من الله عز وجل يعطيه زوجة على مثل هذا الحال تقول له بنفس الكلام في لحظتها في توها طبعا كلام أدباء ذا أكيد يعني لكن صغوه صياغة تدل على روعة العلاقة بين أبي الدحداح وأم الدحداح تقول بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح مثلك لا يأتي إلا بالخير وجهك لا يأتي إلا بالخير أنت موفق أنت رجل مبارك ربنا يصلح حالك ويبرك فيك ويبرك في يمينك ويبرك في عطائك ما هي؟ هتقول له بعد كده هتقول له بورك لك فيما اشتريت وبورك لك فيما ابتعت بارك الله لك فيما اشتريت وبارك الله لك فيما ابتعت نعم أم الدحداح رضي الله عنها وأرضاها تقول لزوجها بلسان عسول أي والله بناءة عسل لا يتكلم إلا بالخير مثلك لا يأتي إلا بالخير بشرك الله بخير وفرح مثلك قد أدى ما عليه ونصح بشرك الله بالخير أقول أنا نرجع بالصورة القديمة مع الرجل الذي تصدق بنصف راتبه وخصوصا لو الراتب عالي ورجع إلى زوجته كم امرأة تفعل مع زوجها ما فعلت أم الدحداح أليست أليست أمرأة بلا أليست زوجة بلا أليست أم لعيال بلا هي زوجة وأم لعيال ولها بيت مش كده بس دايقوا لها خروج من البيت كله بفرشة بفرشة وأثاثة وأثاثة وانسيب الله الغسالة الوتوماتيك وغرفة النوم وغرف الأولاد كل الفرشة كله أقرطته ربي كاملا ولا ناخد حاجة أبدا أبدا كل شيء الزوجة بقى تعمل إيه مع الزوجة اللي تصدق مع الراتب بنصف الراتب تعمل إيه تسمع الأعجيب بقى اسمع العجب مش كده بس والله المرأة تشتكي ليه شكوى وتقوله إن زوجها أكمل مدة الخدمة وطلع على المعاش وبيأخذ معاش راتب ويعطي لها هذا الراتب وهو جلس ما عد يشتغل شغل آخر قال ستين سنة ستون سنة وأنا أعمل تعبت دعوني أركاح والأولاد بفضل الله كبروا وعايشين كويسين والراتب يكفي بالكاد أو يكفي الحمد لله رب العالمين دعوني بقى أخلوا لنفسي أطيع ربي أرتاح أنام أنزل المسجد صحيح لفيه لبيقعد على القهوة المقهى ولبيروح هنا ولا هنا لكن يريد أن يرتاح فهي تشتكي تقول لسه بصحته وبقوته والأولاد مطالبها أصبحت أكثر هل هو منزم أنه يعمل عمل آخر ولا مش ملزم أنا أقول له أخرج اشتغل ابحث عن عمل آخر أنت ما زالت فيك قوة وتشتكي أنه يريد أن يتفرغ لنفسه ولربه ارتاح أقول هذه المرأة التي تصدق الزوجها بنصف راتبي ورجع إليها وأول ما رجع بيتحك كده يقول لها أبشري يا أم سيد أبشري يا أم زيد خير قال لها حصل موقف اليوم وليقيت واحد صروفه كذا وكذا وتصدقت له بنصف راتبي بنصف راتبي هتعمل إيه الزوجها تصوروا أنتو وتخيل وتخيلوها هتعمل هتقول إيه تقول له جاي تتحك وفرحان قوي لقوا جاي بالراحة وأول ما قلتلي يا أم زيد قلت فيها دقيقة وزيد أكيد عامل عامل لو جاي خير يا أخويا في إيه أم الدحداح فهمت أم الدحداح مجرد ما نادى عليها من خارج البستان يا أم الدحداح قالت له مثلك لا يأتي إلا بالخير لكن دي بقى تقول له إيه اسمع يا أنا يا أنتك ما تدخلش البيت أبسط حاجة يعني تقول له خلاص ما تقولش بقى معانا وكل بقى من إيه من أموال الصدقة اخسم أكلك كهب صرف وهات المرت ديت يعني إيه اللي هدية شوية لكن التانية بقى اللي مش هدية تقول إيه طلقني على طول أبسط حاجة في بقى نوعية تانية وموجودة وأكيد وأمهاتنا وزوجتنا فيهم كده تقول له خير الحمد لله رب العالمين ولا يهمك أنا أعيش بهذا الباقي وهندبر نفسنا ومستورة والحمد لله يا أبو زيد ده أنت بيتك عمران ده إحنا عندنا اللي يكفينا الحمد لله رب العالمين يا نهار أبيض في زوجة كده وهو الله فيه فين أنت 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 مين مين اللي تعمل كده مين اللي تقول له بيتك عمران الحمد لله مسطورة يا سلام ده إحنا نعد كمان شهرين يا سلام ده الخير موجود وانت فكر إيه ده ربنا هيخلف علينا ده ربنا هيبارك لنا نريد هذه الزوجة نريدها نريدها لتسعد هي وتسعد زوجها وتسعد أولادها هذا الذي نرجوه وأسأل ربي أن يجعل نساء المسلمين كذلك اسمعي اسمعي يا أختي وتعلمي اسمعي من أم الدحداح وتعلمي وانت يا أيها الرجل تعلم من أم الدحداح كيف يكون مسارعاً الخيرات يسمع من الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فأقتلون واختلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم استبشروا ببيعكم الذي بايعتم استبشروا بشرة أم الدحداح على يقين لذلك أنا كتبت من عندي قالت بلسان عسول وقلب عقول ويقين في القبول أو بالقبول وهي متأقنة أن الله سيخلف عليها قالت له بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح بارك الله لك فيما اشتريت هو اشترى إيه؟ الجنة وبارك لك فيما بعت باع إيه؟ باع البستان طيب ده موقف لسه في موقف تاني هتعمل إيه؟ أم الدحداح مع الأولاد هل الأولاد كذلك؟ هذا إن شاء الله ما نراه في لقائنا القادم تتعلم البيوت كيف تحيا كيف تحيا بالإيمان كيف تحيا على القرآن وعندي فيه درس مهم جداً إن شاء الله لم يتسع الوقت لسرده فوائد هذا الحديث العظيمة وفوائد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل كما في حديث أنس أعطه النخلة بنخلة في الجنة في مسألة محتقين نفهمها أسأل الله عز وجل يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمه رب يغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته